لم تكن أكثر توقعات الإعلاميين الأفغان تشاؤماً لتصف وضع الإعلام الأفغاني الآن بعد نحو ثمانية عشر شهراً من سيطرة حركة طالبان التامة على البلاد بدى المشهد الإعلامي الأفغاني رمزاً من رموز الماضي أما الحاضر فصادم العشرات من الإعلاميين توقفوا عن ممارسة عملهم وغادروا البلاد أو يحاولون المغادرة فيما وسائل الإعلام تبحث عن طوق نجاة يجب أن تقوم الأمم المتحدة بدعم الإعلام في أفغانستان وتلعب دوراً فعالاً في إعادة الصحفيين الذين غادروا البلاد مسرور لطفي إعلامي أفغاني يقول إن هروب الصحفيين من البلد وإغلاق وسائل الإعلام أظهر الاتجاه الهبوطي السريع للإعلام مضيفاً أن المشاكل المالية وقلة الوصول إلى المعلومات وقلة التنوع في البرامج مشاكل ما زالت قائمة لقد أجرينا مع طالبان اجتماعات مختلفة وطالبان تقول لنا أنها بصدد وضع برامج دعم لوسائل الإعلام أرجو أن تقوم طالبان بتنفيذ برامج دعمها في أسرع وقت ممكن أعلن الاتحاد الوطني لصحفيين الأفغان أن ما لا يقل عن 579 وسيلة إعلامية كانت تعمل في البلد وانخفض عددها عام 2022 إلى 192 منفذاً إعلامياً وأن 70% من الإعلاميين و30% من الإعلاميات فقدوا وظائفهم يقول بيان الاتحاد الوطني لصحفيين الأفغان في أوائل عام 2022 كانت خطابات بعض المسؤولين من طالبان واعدة حول الاعتراف بقانون الإعلام وتنفيذه ولكن لم يشهد المجتمع الإعلامي الأفغاني أن يتقدم ملحوظ في مجال القوانين الإعلامية عبدالله ناظر الحدث كابل